السلام عليكم طلبتنا الأعزاء محاضرتنا لهذا اليوم النظرية العامة للضريبة سنتناول الضريبة كونها مصدر سيادي ومصدر أساسي لإرادات الدولة وكون الضرائب هي أحد الموارد الرئيسية التي تتأثير تأثرا كبيرا بالظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالدولة وابتداء لابد لنا من معرفة أو تعريف الضريبة بأنها اقتطاع نقدي جبري إذن هي مبلغ نقدي الضريبة مبلغ نقدي تحصل عليها الدولة بصورة إجبارية وبدون مقابل الدولة أو أحد هيئاتها العامة بصورة إجبارية وبدون مقابل من الوحدات الاقتصادية الموجودة في داخل الدولة وذلك حسب مقدرة تكليفية لكل منها أي أن المبلغ التي تقطعه الدولة من كل مشروع أو من كل فرد يكون حسب مقدرته التكليفية حسب قدرته أو حسب الدخل أو رأس المال أو الثورة التي يمتلكها أو حسب المشروع الذي يمتلكه إذن هي مبلغ نقدي يختطع بصورة بشكل إجباري وبدون مقابل من الوحدات الاقتصادية وحسب المقدرة التكليفية لكل شخص أو لكل مشروع ومن هذا التعريف نجد أن هناك مجموعة من الخصاص أولا الضريبة هي اقتطاع نقدي إذن الضريبة هي تكون تحصيلها من قبل الدولة أو أحد هيئاتها العامة إحنا من نقول الدولة نقصد بها الهيئات العامة التابعة للدولة فإذن هي مبلغ نقدي لماذا الضريبة تكون مبلغ نقدي وليس بشكل عيني الشكل العيني إذا أنا أخذ الضريبة أقتطعها من الأفراد بصورة عينية أي كمحاصيل أو كسلع هنا هذه المحاصيل أو السلع اللي أحصل عليها كضريبة من الأشخاص أنه أخذ جزء مثلا الفلاح اللي يزرع قمح بدل ما أفرد ضريبة عالية أنه يكون مبلغ نقدي لا الضريبة أخذها مثلا هنا جزء من محصول القمح هذا المحصول اللي أخذه يحتاج إلى مخازن يحتاج إلى تخزين يحتاج إلى وسائل نقل يحتاج إلى تسويق ممكن يتعرض إلى التلف فأنا هنا هذه المحاصيل اللي أنا أخذتها كضرائب إذا تتعرض للتلف فأنا هنا جزء من إرادات الدولة حتى تخسرها الدولة فلهذا أنه أنا ما أخذها بشكل عيني فضلا عن أنه هذه المحاصيل أو هذه البضاءة أو هذه السلع اللي أخذها مثلا من صاحب مشروع أخذ جزء من السلع اللي ينتجها كضريبة هنا أنا ممكن المقدرة أو تكاليف إنتاج من شخص الشخص تختلف يعني أنا إذا أفرض مثلا 5% من المحصول أو 5% من البضاء اللي ينتجها الشخص بس قد يكون أنه قطعة الأرض اللي أنا أزرع بها هي قطعة أرض خاصبة تتوفر قربها وسائل ري بسهولة أنه أروي مزروعاتي ممكن شخص ثاني يمتلك نفس المساحة وينتج نفس المحصول بس يحتاج إلى مرشات وإلى آبار وإلى وسائل تقنية على مدوصل المياه المحصولة فهذه التكاليف بالنسبة إليها حتكون أكثر فأني إذا أفرض 5% على كلاهما هنا سيكون أكو عدم عدالة ليش لأن أكو اختلاف التكاليف لإنتاج فلهذا الصورة العينية هي لا تتحقق عدالة ولا ممكن أنه تفيد الدولة اللي بيها ممكن تلف وخسار فهنا بالغالب الضريبة عفوان تكون اقتطاع نقدي إنه مبلغ نقدي الضريبة تدفع جبرا الأفراد ما مخيرين غير مخيرين بدفع الضريبة غير مخيرين بدفع الضريبة وإنما الضريبة تدفع بشكل إجباري وبمجب قانون وفق آلية للتحصيل علماً إنه هذه الضريبة هي تكون معلومة أو نسبة الضريبة تكون معلومة بالنسبة للأشخاص النقطة الثالثة إنه الضريبة تدفع بشكل نهائي إنه أنا من أدفع الضريبة ممكن نعاملها معاملة الإرادات الأخرى مثلاً القروض القروض من المعروف أنه أخذناها مرة تسجل بجانب الدائن ومرة تسجل بجانب المدين تكون كإرادات وقت حصولي عليها وتكون كنفقات شوقت من أني أسددها إذن تختلف الضرائب عن القروض في موضوع أنه القروض لا أنا حسددها بعد فترة مع الفوائد بينما الضريبة أنا أحصل عليها وما أرد مقابل للشخص اللي حصلت عليها كأفراد أو كمشاريع فإذن الضرائب تدفع بصورة نهائية وبدون مقابل النقطة الرابعة إنه الضرائب تكون حسب المقدرة التكليفية إنه كل شخص من أفرض عليه الضريبة يكون حسب مقدرته التكليفية حسب الإيراد اللي يحصل عليها حسب الدخل اللي يحصل عليه على هذا الأساس إنه تفرض عليه الضريبة الضريبة تحقق نفع عام الأشخاص من يدفعون الضرائب يحصلون بنفس الوقت على خدمات تعليم وخدمات صحة بس هذه الخدمات اللي يحصلون عليها هم مو بصفتهم دافعين الضرائب وإنما بصفتهم أفراد أو مواطنين بالدولة أفراد بالمجتمع يتمتعون بالخدمات اللي يتقدم لهم يا الدولة إذن أنا من أحصل كدولة على أموال الضرائب كإيرادات أنا بالمقابل أنا أقدم هذه الإيرادات أنا أحصل عليها على مود أقدر أنفق على المرافق العامة على المشاريع الاجتماعية والاقتصادية على مود أوفر خدمات أفضل لأبناء المجتمع فأني كدولة من أحصل على هذه الإيرادات لازم مو بالمقابل أنه أنا هدفي حصولي على الإيرادات على مود أوفر خدمات لأفراد المجتمع على مود أحقق أهدافي الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية فبالتالي أنا كفرد من أدفع ضريبة وبالمقابل أنه الدولة تقدم لي خدمات هذه الخدمات أنا ما تقدم لي هذه الدولة كدافع ضرائب لا هذه الخدمات أنا أتمتع بها كوني فرد من أفراد المجتمع كوني شخص أنتمي لهذه الدولة وهذه الدولة تقدم لي خدمات أنا أنتفع من خلالها وأيضاً من نقول الدولة بأموال الضرائب أتحقق أهداف اقتصادية واجتماعية مثل الدولة قد توفر حماية للصناعات المحلية شون أنا أوفر؟ يعني شون يقول لي الضرائب ممكن من خلالها أنا أحمي الصناع المحلية أنا أفرض ضرائب على الاستيرادات على السلع المستوردة بحيث السلع المستوردة أو البضاع المستوردة تكون أغلى من خلال الضريبة القمروجية تكون أغلى من السلع المحلية بالتالي أنا كمواطن من أجل ألقى سلعة أجنبية وسلعة محلية وكلهما بجودة جيدة فأني أشتري طبعا السلعة المحلية اللي سعرها منخفض ومسلعة الأجنبية خاصة إذا كانت السلعة المحلية تتمتع بجودة جيدة فبالتالي أنا هنا من خلال ضرائب حمية الصناعة المحلية أو قد أشجعها على إدخار وأقل الاستهلاك ممكن أنا هدفي من الضرائب تقليل التفاوت بين أفراد المجتمع شون أفرض ضرائب مرتفعة أو تصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة وأقدم كإعانات وخدمات الأصحاب الدخول المنخفضة إذن أنا هنا من خلال الضرائب حاولت أقلل التفاوت بين أفراد المجتمع هذا ما يتعلق بالضريبة مبلغ نقدي يدفع جبرا بدون مقابل حسب المقدرة التكليفية للوحدات الاقتصادية والهدف العام طبعا هو تحقيق النفع لكافة أفراد المجتمع الميزة ضريبة عن مختلف الإرادات ومنها الرسم أكو نقاط شبه ونقاط اختلاف بين كلاهما نقاط الشبه أنه كلاهما الضريبة والرسم شنوه يدفع بشكل نقدي يعني أنا من أدفع قيمة الرسم أو الضريبة كلاهما أدفعها بشكل نقدي وكلاهما القانون ليحدد ليهما إضافة أن الدولة لها حق الحق بامتياز على أموال المدين بأي منهما يعني شخص يعتبر مدين للدولة في حال أنه ما سدد أموال الضرائب وممكن الدولة تحجز على جزء من أمواله وكذلك الحال بالنسبة للرسم مع اختلاف قيمة كل منهما طبعا هذه أوجه التشابه لكن أوجه اختلاف ما بين الضريبة والرسم من حيث أولا من حيث قوة الإلزام الضريبة تفرض بقانون الضريبة تفرض بقانون من قبل منوة من قبل السلطة التشريعية البرلمان هو الوحيد الذي يقر أو يحدد الضريبة فالضريبة تحدد بقانون سعر الضريبة آلية تحصيلة تحدد بقانون من قبل منوة من قبل السلطة التشريعية أما الرسم فهو بموجب القانون السلطة التشريعية تخول السلطة التنفيذية بتحديد الرسم وفرض الرسم وآلية تحصيله إذن بموجب قانون يخول السلطة التشريعية السلطة التنفيذية هذا الرسم بموجب القانون تخويل أما الضريبة فتفرض بقانون متخويل هذه النقطة الأولى النقطة الثانية تحقيق النفع بالنسبة للمكلف الضريبة تفرض على المكلف دون مقابل إحنا إذا تذكرون تعريف الرسم مبلغ ناقدي يدفع مقابل نفع عام ونفع خاص بس هو بالأساس يحقق النفع الخاص بالنسبة للفرد بس الضريبة هنا لا تدفع بدون مقابل وقلت لكم في حال أني أدفع ضريبة بدون مقابل بس في حال الدولة قدمت لي خدمات ما تقدم ليها كدافع ضرائب لا هذه الخدمات أنا أحصل عليها كوني فرد من أفراد المجتمع اللي الدولة تقدم لي الخدمات فإذا الضريبة بدون مقابل بينما الرسم يكون مقابل خدمة تقدم ليها الدولة الهدف من فرض الضريبة تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية من قلنا تقليل التفاوت من قلنا حماية الصناعات الوطنية عدة أهداف ممكن تحققها الدولة من خلال فرض الضراء بينما الرسم الهدف من عند تحقيق إيراد مالي بالنسبة للمؤسسة أو بالنسبة للهيئة العامة العائدة للدولة أهمية كل منهما طبعا كلاهما من الإيرادات السيادية بس الرسم الضائلة أهميتها لانقفاض سعرها بينما الضرائب تحتل أهمية لحجم الإيرادات التي ممكن تحققها الدولة من خلال الضرائب أو سعر الضريبة التي تفرضها على مود توفر الإيرادات المالية اللازمة لتمويل نفقاتها محاضرتنا لهذا اليوم انتهت محاضرتنا إن شاء الله يوم غد أساس فرض الضريبة أتمنى تكون المحاضرة واضحة بالنسبة لكم طلاب شكرا جزيلا